وفي سيق متصل عاد إلى ألمانيا الإعلامي يوغن تودنهوفا بعد أن تمكن من الدخول إلى معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا وبهذه المناسبة سألنا عن كيفية تمكنه من الوصول إلى معاقل تنظيم داعش والعودة إلى ألمانيا خاصة وأن الصحفيين يعتبرون صيدا ثمينا لهذا التنظيم الإرهابي وكان هذا الجواب لقد حصلت على ضمانة من مكتب الخليفة وشككت طويلا في هذه الضمانة لكني غمرت وكانت الضمانة فعلية تقصد أن من يصف نفسه بالخليفة وافق شخصيا على دخولك وكتب بسماح لدخولك إلى أراضي التنظيم؟ نعم تقريبا هذا ما حدث ويمكن تأكد من ذلك على فيسبوك حيث تم نشر تلك الضمانة هذه قصة طويلة فأنا أعد كتابا عن الدولة الإسلامية ورسلت أكثر من ثمانين مقاتلا من عناصر التنظيم في سوريا عبر فيسبوك وحصلت على إجابات من خمسة عشر مقاتلا ومن هؤلاء تواصلت مع اثنين ثلاثة سبعة أشهر عبر سكايب وأتحدث معهم عن الإيدولوجيا التي يتبعونها ويؤمنون بها وقمت بالتفاوض بشأن إمكانية دخولي وإقامتي هناك وفي النهاية جاءت ضمانة مما يسمى خليفة الدولة الإسلامية هل وثقت في هذه الضمانة هذه الورقة؟ حسنا السؤال كان ما إذا كانت تلك الدعوة الخطية حقيقية أم مزورة وبحكم عملي قاضيا في السابق تواصلت مع أحد مسؤولي الإعلام في الدولة الإسلامية على مدى ساعات طويلة للتأكد ما إذا كانوا سيقتلونني أم يرغبون في عمل تقريرا أعلامي عنهم لكن ربما كانوا يريدون تقريرا إعلاميا يروج لنشاطاتهم فألا كنت ألم تخشى من هذا؟ لقد كنت خمس مرات في ضيافة الرئيس الأسد ولم أعمل على نشر دعوة أو أعمل دعاية لنظامه كما سبق وأن قلت أنا كنت قاضيا وكنت أريد أن أستمع إلى وجهة نظري طرفي نزاع عبرت عن رغباتي وقلت أنني أريد مقابلة أسر البيشمرقة وأسر آخرين وكنت أريد الذهاب إلى الموصل ومعظم ما طلبته منهم تم تحقيقه إلا أن المشاهدة التي صورناها تمت مراقبتها ومن أصل ثمانمائة صورة تم حفو تسعة فقط لأسباب أمنية لأنه كما قيل لها علاقة بعائلات بعض المقاتلين طب ما هو الانطباع الذي خرجت به ومن هم هؤلاء الذين يحاربون في صفوف تنظيم داعش؟ من يحارب هو من أقوى الجيوش الإرهابية التي شهدتها على الإطلاق لقد كنت خلال حرب الجزائر في الجزائر وعيشت حرب التحرير الجزائرية كما أنني عرف حركة طالبان وعرف زعمائها وكذلك أمضيت أسبوعا كاملا مع المقاومات العراقية وشهدت معاركها إلا أنني لم أرى قوات بهذه القوة كما أنني لم أرى مقاتلين بهذا الحماس الإديولوجي الكبير من قبل ولقد حققوا للأسف نجاحا كبيرا التمكنوا الآن من فرض سيطرتهم على منطقة بحجم بريطانيا هذا أمر يساه المرأة طب ما هو حجم الخطر الذي يمثله هذا التنظيم الإرهابي؟ خطر وهاء بالطبع إنه أكبر خطر يواجهنا منذ الحرب الباردة هذه المجموعة تمتلك كل الإمكانات لإلحاق الهزيمة ببقية الدول في المنطقة العربية ويمكنها أن تهجم السعودية أو الأردن وبالرغم من الهزائم إلا أنها بشكل عام حققت نجاحا كبيرا وهي تتقدم بوحشية كبيرة ويتحصل كل يوم على المزيد من المقاتلين القادمين من الغرب كنت في أحد مراكز التجنيد بالقرب من الحدود السورية التركية ويوميا ينضم خمسون مقاتلا جديدا قادموا من ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبلجكا وهم شباب لهم الحماس وهؤلاء ليسوا فاشلين كما قد نظن وأنما هناك مثلا أحدهم كان قد أنهى دراسته لتوفي أحد جامعة الألمانية شكرا جزيلا لك الإعلام الألماني جيدا تودنهوفا كنت معنا من ميونخ